بنصح يكون فيه على طول اتجاه لأخصائي تغذية تابع الحالة والمتابعة تكون صارمة كمان لأن في الحالات دي متابعة مش بس من متابعة الطفل لا ده هو الأب والأم لو يقدروا يروحوا الاتنين مع الطفل لأخصائي تغذية تابع حالتهم لأن الحالة دي هو أول حاجة النظام الغذائي النظام الغذائي ده اللي هو تزبط ومش يبقى نظام الغذائي للطفل بس ومش يبقى نظام غذائي عشوائي إن إحنا جارت تيم جرباه أنا جبته من عنك لأن ده هيأثر على الطفل بحاجة سلبية هيأل يعني هيأثر زاكرة هيأثر تحصيل دراسي هيبقى عند الطفل ضعيف جدا هيأثر في البنيان الأعصاب النمو الجهزة العصبي عنده ممكن بيتأثر بيحصل عنده مشاكل في العظام لو ماشي على نظام غير صحي لو البنت مثلا ممكن يحصل عندها تساقط في الشعر بشكل فوضيع وشهوب في الوش تلاقي عندها العقم ممكن تنزل في العضارات ما تنزلش من الدهون فمهم جدا ترمى غذائية نشوف